بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوتي العزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة في هذا الفيديو سأشرح لكم مفهوم قساوة الأحجار الكريمة وأهمية هذا المفهوم في تحديد أنواع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التي تجدونها والطريقة العملية الأفضل والدقيقة لتحديد أنواع الأحجار الكريمة بدقة عالية وهي استخدام طريقة الخدش لذلك سنبدأ أولا بشرح مفهوم القساوة القساوة هي مقاومة سطح المعدن أو الحجر أو أي مادة كانت لخدش سطحها في حين أن المتانة هي مقاومة المعدن أو الحجر لتغيير شكله إذن مفهوم القساوة يختلف عن مفهوم المتانة مثلا الحديد أمتن من الحجر بمعنى أن الحديد لن ينكسر بالحجر في حين أن الحجر يمكن أن ينكسر بسهولة لكن هذا الحجر من الكوارتس هو أقسى من الحديد قساوة الكوارتس ست درجات ونصف إلى سبع درجات على مقياس موس في حين قساوة حديد السكين هي خمس درجات ونصف على مقياس موس ولتحديد درجات القساوة نستخدم عادة اختبار الخدش يوجد أجهزة تسمى بجهاز دايمون تيستر أو دايمون سيلكتر أو غيرها هذه الأجهزة لا تقيس القساوة وإنما تقيس الموصلية الحرارية والكهربائية للمادة سواء كانت حجر أو معدن أو غيره وهي لا تعطي نتائج دقيقة وأنا لا أنصح بها لذلك لتحديد درجات قساوة أحجار تجدونها بدقة عالية لا بد أن يكون لديكم عينات من أحجار أو مواد تعرفون درجات قساوتها مسبقا والقانون الأول يقول على أن الأحجار متماثلة للقساوة يمكن أن تخدش بعضها مثلا الأوبسيديان الذي تشاهدونه بيد الآن هذا حجر أسود من الأوبسيديان قساوته الأوبسيديان تتراوح من خمس درجات إلى خمس درجات ونصف على مقياس موس انخدش بحديد السكين وأيضا سنحاول بالعكس أن نخدش حديد السكين باستخدام الأوبسيديان ونرى النتيجة شاهدوا معي الأوبسيديان تمكن من خدش حديد السكين نحاول مرة أخرى بشكل أوضح شاهدوا معي هنا أثر خدش واضح تركه الأوبسيديان على حديد السكين إذن نحن نعلم أن قساوة حديد السكين خمس درجات ونصف على مقياس موس وقساوة الأوبسيديان من خمسة إلى خمسة ونصف إذن قساوة هذا الحجر تحديدا من الأوبسيديان هو خمسة ونصف لأنه تمكن من خدش السكين وانخدش بالسكين فله نفس درجة قساوة السكين هنا لدينا ثلاث أحجار أحدها باللورة من الكوارتس والآخر حجر من الأكوامارين والحجر هذا هو حجر من التوباز الأبيض أو الشفاف قساوة الكوارتس ستة ونصف إلى سبعة قساوة الأكوامارين من سبعة ونصف إلى ثمانية قساوة التوباز ثمان درجات على مقياس موس هنا يمكن أن يخدش الأكوامارين الكوارتس ولن ينخدش بالكوارتس لأنه أكبر قساوة لكن يوجد أحجار أكوامارين قساوتها يمكن أن تصل إلى ثمان درجات على مقياس موس يمكن أن تخدش التوباز وطبعا بجميع الأحوال التوباز سيخدش الأكوامارين لأنه سيكون درجة قساوة ثمانية وأقل من ذلك لذلك فإنه سيخدش الأكوامارين حكما وربما ينخدش بالأكوامارين إذا كانت قساواته تصل إلى ثمان درجات على مقياس موس لذلك فإن مفهوم القساوة وحده لن يكفي لتحديد أنواع الأحجار التي تجدونها بدقة عالية لا بد من استخدام مفهوم آخر وهو مفهوم الكثافة باستخدام مفهومي الكثافة والقساوة يمكن تحديد أنواع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التي تجدونها أو التي تشترونها بدقة عالية وكما نعلم درجات القساوة تتفاوت من واحد ولغاية عشر درجات على مقياس موس مثلا الكالسايت قساوته ثلاث درجات على مقياس موس الفلورايت أربع درجات الأباتيت خمس درجات الكوارتس من 6.5 إلى 7 الأورثوكلاس من 6 إلى 6.5 والأوبسيديان من 5 إلى 5.5 والبيريل أو التورمالين من 7 إلى 7.5 البيريل بما فيه الزنورة والأكوامارين من 7.5 إلى 8 التوباز ثمان درجات على مقياس موس أحجار التافيت من ثمانية إلى ثمانية ونصف درجات على مقياس موس أحجار الزفير والياقود 9 درجات على مقياس موس أحجار الميوسينايت أو كيربيد السيليكون قساوتها من 9.5 إلى 9.5 على مقياس موس وهي ثاني أقسى أنواع الأحجار أو المعادن وأقسى أنواع الأحجار أو المعادن هو الألماس الذي تبلغ درجته قساوته 10 درجات على مقياس موس في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكون الصورة قد توضحت عن مفهوم القساوة وطريقة تحديدها باستخدام اختبارات الخدش لذلك أنصح الجميع بدلا من اقتناء جهاز دايمونت تستر أو غيره من الأجهزة التي لا تقيس القساوة إنما تقيس الموصلية الحرارية والكهربائية فقط ولا تعطي نتائج دقيقة أنصحهم بشراء عينات من أحجار مختلفة من أكوامرين كوارتز توباز مثلا عينات من الياقود منخفض النوعية أو الزفير منخفض النوعية ومحاولة إجراء اختبارات خدش للأحجار التي تجدونها لتحديد نوعها وطبعا مع حساب كثافة الأحجار في نهاية هذا الفيديو أسأل الله عز وجل لكم الخير والصحة والعافية ورزق الحلال الطيب المبارك إلى أن نلتقي في فيديو قادم بأمان الله وحفظي أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته